بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة اه دكتور تامر البديوي استاذ مساعد الامراض البطنة وامراض الدم وهنتكلم في اربع محاضرات بيزني الله عن البليدنج ديس اردر. اليوم عن الابروتش فور بليدنج ديس اردر. وما يجيني تكلم عن الابروتش احنا بنعني في الغالب كلمة. هركز المحاضرة على النقطة الاخيرة اللي هي الانفتيجيشن لان الهيستري والانفتيجيشن ده ما كانهم بس هندي عنهم قبل ما نتكلم على الابروتش لازم ندي بسيطة على كلنا نعرف من ايام مدرسنا في في سنة اولى وفي سنة تانية خدنا في سنة اولى وكانت انكلود البلود فيزيل فازو كونستريكشن البلاتلت اكتيفاشن اند كواجوليشن اكتيفاشن. وما نجي نتكلم على اول حاجة اللي هي الفازو كونستريكشن البلود فيزيل فازو كونستريكشن عشان دي بتتم عن طريق الحاجتين يا اما عن طريق نيورال لوكا اكسون ريفليكس يا اما عن طريق البلاتلت سيكريشن اوف سام ماتيريال لايك سريتونين اونسرون بوكسان. اما ما نجي نتكلم على البلاتلت اكتيفاشن البلاتلت اكتيفاشن دي الفائدة الاساسية بتاعتها هي الفورميشن اوف بلاتلت بلاج. بلاتلت بلاج دي فريابول مؤقتة لا يمكن توقف توقف الفترة طويلة. بالنسبة لقصة هي الغرض منها عشان في الاول وفي الاخر تكون لي الاستيبول هيموستاتيك بلاج او اللي احنا بنسميها البلاج قلنا في الشريحة الاولى الشريحة اللي قبل كده ان اه ان انا عندي ميكانيزم كتير بالنسبة لقصة الهيموستيزيس وان عندي في قصة الهيموستيزيس اهم هي البلاتلت من هم البلاتلت اللي احنا بنتكلم عليها في الهيموستيزيس بلاتلت وكلنا نعرف ان هي ان البلاتلت دي هي بتتكون من الخلية الام اللي موجودة فيه عن طريق البادنج او التبرعم ان هي بتاخد جزء من مع جزء من عشان تكون البلاتلت. وعشان كده البلاتلت بتتكون من على مهمين بنسمهم جلايكوبروتينز لهم ارقام كتيرة هنتعرف عليها واحنا بنتكلم علي وفيها السيتو بلازم. السيتو بلازم دي فيه وفيه دينس دي بتطلح كتيرة زي وعندنا فيه فايدته ان هو ينقل السيكريشن من السيتو بلازم بره السيل ممبرين بتاع البلاتلت. في الشريحة دي هنتكلم على اهم الفانكشن بالنسبة لقصة البلاتلت وانا عندي فانكشن كتيرة بالنسبة البلاتلت بس انا عندي تلاتة فانكشن مهمين بالنسبة لقصة البلاتلت اللي بنسميها بلاتلت ادهيجان بلاتلت اعجريشن دا احنا بنعني بيها ان البلاتلت تبدأ تلزق في الساب اندويسيليم بلاتلت ادهيجيشن ان البلاتلت تبدأ تلزق في بعضيه بلاتلت سيكريشن ان هي تطلع السيكريشن لموجود في السيتو بلازم عن طريق السيبيلات في الشريحة دي بنتكلم على البليتليت ادهيجن والبلتليت ادهيجن بيتم يا اما دايريكت زي ما احنا شايفين عن طريق جلايكو بروتين وان اي وان دايريكت عن طريق مع الجلايكو بروتين وان بي. كمان الشريحة دي بتوضح جزء من او السيكريشن للأدي بي الفورميشن مع الفورميشن السيكريشن عشان تساعد عشان تعمل وتقلل في الجزء اللي حصل في البليتليكو. نسبة للشريحة دي بتوضح اللي هي تبدأ تلزق في بعضيها بعد ما كانت نزقت في الساب اندوسيليم عن طريق الادهيجن وفورميشن اوف سماتيريال زي البليتليت فاكتور سري او الادي بي مع الفورميشن اوف التشو فاكتور والفورميشن اوف اكتيفيت فاكتور سيفن عشان تبدأ كاسكيد عشان يحاول الفيبرونجل لفايبرين وبعد كده في الشريحة دي بتوضح تحويل الفايبرين الى كروس لينكت فيبرين او ويل استابلج بلاك لوت عن طريق اكتيفيت فاكتور تلاتاشر. بتكلم على الاكسترينسيك باسوي. بتكلم على بتشو فاكتور ريليز. هذا بتشو فاكتور اللي هما بنسميه فاكتور سري او سرومبو بلاستين. بيعمل لفاكتور سيفن عشان يتحول لأكتيفيت فاكتور سيفن. اكتيفيت فاكتور سيفن ده لو دورين. الدور الاولاني اللي هو تحويل فاكتور تن الى اكتيفيت فاكتور تن في القمان باسوي. كما انه بيساعد على اكتيفيت فاكتور ماين اللي هو جزء من الانترينسيك باسوي. اما الانترينسيك باسوي ده بيبتدي بيه الكونت اكتيفيت فاكتور زي او اللي ما بيتحاول اللي عشان يحول فاكتور اتناشر لأكتيفيت فاكتور اتناشر وبعد كده اكتيفيت فاكتور اتناشر يحول فاكتور احداشر لأكتيفيت فاكتور احداشر وبعد كده اكتيفيت فاكتور اخداشر يساعد فاكتور ناين يتحول لأكتيفيتد فاكتور ناين وبعد كده أكتيفيتد فاكتور ناين هو اللي بيساعد على ال في وجود فاكتور ات اما بالنسبة الكمان باسوي ده بيبدأ بي وبعد كده في وجود يحاول برسرومبل لسرومبين وبعد كده يحاول الفايبرونجين وبعد كده يتحول في وجود اكتيفيتد فاكتور 13 كلنا باردك شايفين أهمية السرومبين عشان يحاول الفايبرونجين لفايبرين كمان له أهمية في اكتيفيتد فاكتور 8 اكتيفيتد فاكتور 5 وكمان له أهمية في اكتيفيتد فاكتور 11 ممكن يبدأ في فاكتور 11 كمان كلنا شايفين أهمية الكالسيوم اللي بيعتبره فاكتور فور في الفاكتورز بتاعة وعشان كده عندنا بيتكون من تلاتة وسبعة بيتكون من 12 و11 وتسعة وتمانية وعندنا اللي احنا بندمن نعملهم بالعملة الدولارات اللي هي واحد واتنين وخمسة وعشرة وعاوز أدي هنت بسيط على اللي هما اللي موجودين في الأول دول اللي هما بنسميهم برقم 1972 الواحد ده بيعبر عن فاكتور عشرة وبعد كده تسعة وبعد كده سبعة وبعد كده تنين دول الفايتامين كي ديبند فاكتورز الشريحة دي تعتبر ملخص للشريحة اللي قبلها وبتوريني دور فاكتور سيفن في الاكتيفيشن للكومان باسوي فاكتور تين كمان للاكتيفيشن على طريق كمانها بتوضح اللي هو الجزء اللي احنا قلنا عليه أهمية السرومبين اللي هو عن طريق اكتيفيشن وعشان كده السرومبين اللي هو همية في للفايبرونجين يتحول احداشر يتحول الخامسة يتحول اكتيفيتد فاكتور خامسة والتمانية يتخول اكتيفيتد فاكتور تمانية. والحكمة ربنا ان هو بيش بيسيب الكون دي حرة ان هي تكون بلاد كلوتس. وقال لكي قلنا كلنا فجئنا ان مجرد ان حصل في انجري في بلاد فيزل ان هو تسد وتكون بلاد كلوتس مقدرتش اتحكم فيه. وعشان كده ربنا خلق لنا 2 system واحد بنسميه natural anti-coagulla والتاني بنسميه الفايبرونيسيز او الفايبرونيديك system. بالنسبة للسيستم الاولان اللي هو natural anti-coagullant اشهر حاجة فيهم اللي هو الانتي سرومبين او كنا بنسمي anti-áriosية. وينقدر بيعمل inactivation للسرومبين. ويعمل inactivation لفاكتور 10 اللي هما الجزء الاساسيين. وعندي السيستم الثاني اللي هو البروتين سي اند بروتين اس. ودول بيعملون اكتيفاشن لتو فاكتورز اللي هو فاكتور خمسة اند فاكتور تماني. وكلنا شايفين هنا قصة السرومبوميدولين سرومبين كومبليكس. واهميتهم في الاكتيفاشن للسرومبين واكتيفاشن البروتين سي اند بروتين اس. السيستم الثاني اللي هو الفايبرونيتيك سيستم اللي هو في الغالب بيتم عن طريق التحويل للبلازمونيجي اللي يتحول ليه بلازمين اللي هو بعد كده بيعمل الفايبرونيتيك سيستم. الشريحة دي بتوضح الجزء بتاع الفايبرونيجيز والجزء اللي هو هاو تو اكتيفايت الفايبرونيتيك سيستم عشان يحول البلازمونيجيلي اللي بلازمين عن طريق الاكتترانسيك او انترانسيك ان فيفو عن طريق التسو بلازمين اكتيفاتور وليو كاينز او انترانسيك عن طريق اكتيفاتور او الكليكرين او حاجة جاية من من فيترو من بره زي اللي احنا كلنا بنستخدمه في العيانين اللي عندهم عشان يحول اللي هو الاساس ان هو يحول الفيبرين او عشان يتحول الفيبرين او اللي احنا بنسميه او الجزء بتاع وده كده يكون لخصنا الجزء بتاع نبدأ للجزء بتاع اي عيان جايب بليدنج اي نوع اللي احنا بنتكلم عليه لازم نحط في دماغنا فايدة هو الوصول لدياجنوزس عشان في الاول وفي الاخر ادق اعرف السبب واقدر عليهم جيما اتكلم على اول حاجة اتكلم على لازم يكون في دماغي ان في بالنسبة لقصة البليدنج اي حاجة عنشوفها بليدنج في الغالب حاجة من اتنين يا موجود في المكان يا موجود خارج المكان اللي احنا بنتكلم عليه وما نجي نتكلم على يا اما بليدنج اللي احنا بنتكلم عليها يا بليتليت عن طريق سرومبوسيتوبينيا او سرومبواثينيا فانكشنان او قوانتيتيتيف او عن طريق الكواغوليشن الفيبرويتك سيستم ديفكت او السبب الاساسي بالنسبة ليه السيستيميك كوز ان يكون عندي سيستيميك ديزيز زي ليفر فاليار او رينال فاليار او دراجز انتكواغولانت اورال او انتي بليتلت او برينترال انتكواغولانت وهي اللي مسببة اي الهيموستاتيك ديفكت او مسببة البلود ديفكت يبقى انا عندي لوكال كوز عندي سيستيميك كوز ديوتوب بلود ديس اردر عندي سيستيميك كوز او دراج هي اللي بيتسبب سيكندري بلود ديس اردر نعني نتكلم على الابروتش اول حاجة احنا عندنا الابروتش هستري وبعد كده اجزاميناشن وبعد كده انفستيجيشن اما نتكلم على الهيستري لازم نتكلم على او لازم نتكلم على الابروتش لازم نتكلم على كده بكلم على شيء عادي مهم بالنسبة الاج في السن الصغير في الغالب ده بيدلينا على سيكس زي عندنا مثال ان الهيموفالية اي اي حاجة ممكن تؤثر في قصة بعد كده عندنا الجزء التاني اللي هو والهيستري وانما نتكلم على اهم الاسئلة اللي لازم اسألها للبيشانت والعين اللي هو بليدين هل هو سبونتانيوس هل هو ريليتد لتروما السايتس بتاعتي النمبر لو هو مالتوبال سايتس دي في الغالب سيستيميكوز العينين اللي هما السكين والميوكس من بريم بيتيك اند بيربرا ده برايمري هموستاتيك ديفكت بليتلت اند فاسكولا العينين اللي جايبهم ارسروزيس اند ديب ماصل هيماتومة ده عين سيكندري هموستاتيك ديفكت اللي احنا بنسميهم والكواجلات دي سورده لازم اعرف الانسط والكورس والديوريشن في الغالب العين بتوالبرايمري هموستيزيس بيبع ايرلي اند شورت العين بتاع السيكندري هموستيزيس لات برولونجد اند انترميتنت لازم اسأل على سيمتمز والاثر هيماتولوجيكال سيمتمز اللي احنا بنتكلم عليها بعيان اسوشيتد وز اناميا فيفر اندر كارنت انفكشن عيان جايب هايبر فيسكوستي سيمتمز عيان جايب سرومبوزيس عيان جايب ارجانو ميجالي كل عيان ده يهمني وانا باخد الهيستوري بالنسبة لعيان بعد كده عند الباست هيستوري وده ثابت في كل حاجة بس اهم حاجة التركيز على النقط اللي تهمني في الهريديتري او في كرونيك ديزيز زي العيان بتاع الهباتيات السي والعيان اتش اي في اليوريميا العيان بتاع زي العيان اللي يجي يقولي ان انا عملت محصل ليس بليدينج ويجاي اللي بليدينج دلوقتي ده في الغالب ان هو يكون بخلاف العيان اللي العكس بتعرض عشان قصة الموضوع بتاع البومبروسيل الفيلير عندنا في ديزيز مهمة عندنا حاجة سباك بص ترانس فيوجين بيربرا حاجات كتيرة ممكن تهمني ولازم اخدها بالتفصيل بالنسبة للعيان الفاميلي هستري عندي العيانين بتقول هيموفيلية العيان بتاع الفومفول براند ديزيز العيان بتاع الهيموفيلية في الغالب كاتش ازا ديزيز فروم زي جراند فاظر من الجزء بتاع امه الفومفول براند ديزورد دوتو سومل سوائن كان ريساسيف او اه دومنانت على حسب الطيبز بتاعته في سام هستري اوف فاميلي عندنا الهيستري لازم ناخده مهم جدا؟ نجري تكلم علي الاجزیمانيشون لازم افرق ما بين حاجات كتيرة بالنسبة لقصة الاجزياميناشن لازم افرق ما بينина مصطلحات كتيرة بنتكلم عليها وانا باكون على البليدي والبيربرا الكوموسيس دي skin and myocos membrane bleeding بيفرق ما بينهم بالsize البيتيكي up to 3 mm. ال 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 بيربرا من 3 سلمتر لغاية 1 سنتيمتر اكثر من 1 سنتيمتر ممكن نعتبره الكوموسيس. الفاسكولايتس دي تعتبر elevated بيربرا can be palpated. الانسكس دي ملحدش علاقة بالبليدينج بس لازم نفرق ما بينها وبما بين البلقدينج الا失اء. بالفيدينج بيو Kontin res içi lä краism lij pegar coat لازم اعرف الهيميز والديب مسل هماتومة لازم اعرف ان الب bias موجودة في primari bleeding lithistical animal لازم اعرف ان الفاسكولاتس موجودة في الاسيبان لازم اعرف الديب مسل هماتومة وال Shehmasz様になります في Ou bijeen conversation disarge. نيجي لهم جزء في موضوعنا النهاردة في الابروتش وإحنا اتكلمنا على سري بلايارز بالنسبة لقصة الهيموستيزيز كلمنا على بلايتليت وكلمنا على وعشان كده الانفتيجيشن بتاعتي بيكون في اتجاه السري بلايارز اول انفتيجيشن تيست فور الفاسكولار بسورد وانا عندي تو تيست بليدينج وهي تيست كلنا بنسمع عنهم وبنسمع عنهم من زمان هما كروت تيست نوت سبيسيفيك نوت سينسيتف في الغالب ما بيستخدموش في دول كتيرة من العالم ماشي اشهر التيست دي هو البيليدينج تايم وكلنا كنا بنعمل البيليدينج تايم البيليدينج تايم ده اتزا تايم اف ستوب بليدينج ده الديفينيشن بتاعه له ارقام كتيرة على حسب الميسيز اللي احنا بنعملها اشهر الميسيز اللي احنا كنا بنجي على البيليدينج ونعمل ده بوس ونشك بيه البيليدينج نطلع منه نقطة دم وكل ما نقطة دم تطلع نشفها بورق نشف او منديل ورق لغاية ستوب وده تزا تايم اف ستوب بليدينج ممكن تتعامل في الفور ارم طرق كتيرة ممكن نعمل بيها وده انديكيتور لو هو في اه برولونجد ان هو عندي مشكلة في البرائماري هيموستيز سواء كان سرومبوسايتوبانيا سرومبوسايتوباسي او الفاسكولار تاني تاست اللي هو الهيست تاست او الكابيلاي ريزيستن تاست كلنا كنا بنسمع عنه في الفيسيولوجي ان انا كنت بجيب الكاف بتاعة الجهاز الضغط والفها زي ما بلف اياس الضغط وارفع الضغط داخل الكاف دي ما بين السيستول ما بين البستول سي ان انا عند السيستول بتاع مية وعشرين تمانين برفعه عند مية واخلي الضغط ده في الفور ارم المدة خمس اه في الارم المدة عشر اه خمس دقائية وارسم دايرة في الانتي كويتا الفوسا حوالي خمسة سنتي واعد بعد الخمس دقائية دول اشوف البيتيكي اللي اتظهر في الانتي كويتا الفوسا لو هي من خمس نقاط ده بتعتبر لو هي اكتر من خمس نقاط ده العيانة عنده دي صور تاني عشان كده احنا بنعمل تاست للبلايتلت تاست لبلايتلت وانا عند ما بنتكلم عنها في الغالب بتاعها يعني يا مشكلة في بتاعها يا مشكلة في بتاعها اما اجي اتكلم على بتكلم على التست المهم بالنسبة لي بلاد بلاد سي بي سي العادية مع بلاد فيلم هتديني عدد ممكن تقولي العيان ده في اناميا او مفوش عنده لوكوبينيا وجود بلاست سيل اضر ممكن تفاديني ممكن تديني البلاد فيلم لارج او سمول بلايتلت في العين بطول بلايتلت ديس فانكشن حاجات كتيرة ممكن تبينها لقصة صورة الدم عندي بعد كده الفانكشن بقسة عندي حاجة اسمه بلايتلت فانكشن تست وده بيقيش الاغريجيشن نصاب ايجنت زي ال اي دي بي والكلاجين والادرينين ريستو سيستين او الادهيجن او السيكريشن وده بيتم عن طريق فيه تست دلوقتي بي نسميه بلايتلت فانكشن اجروميتر او البي اف اي وان هندرد ممكن اعمل تست البلايتلت عيس البلايتلت انتيبادي ممكن اعمل بومور اسفيريشن بارومايوبسي ممكن تديني كلها دي عن قصة البلايتلت بعد كده البلايتلت الثالث اللي هو بنسميه الكاوغوليشن ديس اوردر وهتكلم على الكاوغوليشن ديس اوردر مايجي تكلم على الكاوغوليشن ديس اوردر انا عندي قلنا ان فيه اكسترانسيك وانترانسيك وكومان تسوي ككروت تاست بنعمل القلوتينج تايم قلوتينج تايم ده كروت تاست بيتعامل وباردك نوت سبسيفيك نوت سينسيتيف لسا احنا بعضنا مصرين على عمل قلوتينج تايم كنا بنستخدمه في متابعة العيام بتاع الهيبارين كنا بنجيب العيام بنشكه في صابعه او في اي حتة ناخد منه نقاط الدم نحطها على الازازة وبدا ببوس نرعد بنحركة لما تكون البلاقلوت لكن انا عندي فيه تاست مهمة او اختبارات مهمة بالنسبة لي اول تاست هو وده بيعمل وده بيتعامل ان انا بجيب البيشنت اسحب منه عينة الدم لو سبتها عادية هيحصل لها بلاقلوتس عشان كده كده بحط لها سيتريت هزي السيتريت عشان تسحب الكالسيم متوقف الكالسيم باخد الستريت وعمل لها سنتري فيوش اعمل للربيسيز ويبقى لي البلازما دي بلازما بدون كالسيم عشان احفز الاكسترينسيك باسوي يبقى لازم احط له الحاجة اللي بتحفزه اللي هو بتحفزه فاكتور اللي هو فاكتور ثلاثة وعشان ما عنديش كالسيم بحط معاه كالسيم من بره كده الكاغوليشان كاسكيد هتمشي في قصة الاكسترينسيك والكومان باسوي لو ما مشيتش يبقى عندي مشكلة في يا اكسترينسيك يا كومان باسوي يبقى عندي مشكلة في فاكتور زي كام يا في سبعة اللي هو اكسترينسيك يا في الكومان باسوي اللي احنا قلنا عليهم واحد واتنين وخمسة وعشرة ناشي دول العيانين ده المشكلة اللي بتقابل اللي بتقابل البرسرومبن تايم ده برولونجت فين عيان اللي بياخدوا العيان اللي هم عندهم سبعة سواء كان يعني او على حسب اللي هم بتعامل معاه. وقبل ما نسيب الجزء ده لازم اعرف ان فيه حاجة اسمها البرسرومبن تايم اللي احنا بتاع بنكتلم عليه دلوقتي وفيه حاجة اسمها بروسرومبن اكتيفتي وفيه حاجة اسمها اي النهار. نتيجة ان انا بستعمل تيشو فاكتور من برا وتيشو فاكتور ده مختلف من معمل التاني ممكن يديني ارقام مختلفة بقصة البرسرومبن تايم. ده vivo Falso وعشان كده حاولوا ان هو ما يعملوا حاجة اسمها بدل اكتيفتي وده ما بين بدل البرسرومبن تايم البرسرومبن تايم بتاع cymbal التابع والده microsしい دهاء المشاهدات لكن بعد واجدوا ان هو اا اكوريت بالنسبة لي. فعشان كده اختروا حاجة اسمها لاي النهار اوury المعارسي之 Turns البرسرومبن تايم بتاع البرسرومبن تايم باع control مرفوع الاس معين بيسموه isi مش مهمين الاسم ايه بالزبط. بس ال isi ده بيختلف من tissue factor للتاني وعشان كده more specific. وعشان كده احنا بنستخدم ال inr في control of oral anticorbulent اللي هو الwarfarin. تاني تست. اللي احنا بنكتلم عليه. اللي هو او ساعات بنسميه ال ptt. وده بيعمل بيتعامل ازاي? مع زي نفس القصة بتاعة البروسلومبن طايم. بجيب ال patient اسحب منه عينة البلد عشان ما تتجلطش حطه على عشان تعمل للكالسيوم. اعمل يبقى للبلازمة. احفز الانترينسيك بايه? احط ال contact factor. وحط معاها الكلسيب عشان يبقى proceed. ال combination كده هتمشي ايه? intrinsic and common. وعشان كده لو التست ده prolonged. يبني عندي يا مشكلة في ال intrinsic factor اللي هم اتناشر. يا احداشر. يا تسعة يا تمانية. يا مشكلة في اللي هو واحد واثنين وخمسة وعشرة. التست ده بيتأثر بحاجات كتيرة منها الhyperine syrupy والantiphosphilibit ده بيبقى prolonged. ممكن ما بيبقاش معا بال bleeding الantiphosphilibit anti body ده بيبقى العين جاي بسرومبوزيس بس يبقى معا prolonged ABTT. التست ده عشان يكمل لو انا جيت وقلت نوع prolonged ABTT. لازم اتعمل له تست مكمل بنسميه mixing test. ايه المكسنج تست ده? المكسنج تست ده فايدته حاجتين. ان انا افرق ما بين اللي حصل ده نتيجة فاكتور ديفيشانسي. يعني انا عندي ناس فاكتور تمانية مثلا. ولا عندي فاكتور زي انهيبتور عندي anti body agenist فاكتور تمانية. وده بنعمله ازاي? احنا عندنا فيه قاعدة في ال coagulation cascade ان ال coagulation cascade can be proceed normal with fifty percent of the factor. طيب. نعتبر ان ال patient ده عنده فاكتور ديفيشانسي زي فاكتور تمانية. سببوز ان الفاكتور ده قال لحاجة عنده 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 زير. اعمل له ال ABTT. هو عنده ناس فاكتور تمانية. يبقى طبيعي ان هو عنده prolonged ايه? ABTT. هجيب control من برا. فيه الفاكتور تمانية ده مية في المية. وحط الاتنين بنسبة واحد الى واحد. يبقى انا عندي mix من الاتنين. بنسبة كام? خمسين في المية. اعمل ال ABTT تاني. المفروض هيبقى ايه? وعشان كده بقول prolonged ABTT. يساوي factor deficiency. طيب. نيجي للاحتمالي التاني اللي انا عندي فيه factor inhibitor. زي الاقوار دي هموفيليا ايه? انا عندي في الاقوار دي هموفيليا ايه? ساي ان الفاكتور كام اكبر مثلا مية في المية. بس عندي anti body بتعطى للفاكتورز ده. اعمل له ال ABTT. هيبقى prolonged. هات control من برا. control من برا مية في المية. واعمل mix ما بين الاتنين. بقى عندي خليط mix بنسبة مية في المية. بس في الanti body less still. اعمل ال ABTT تاني على الخليط على الميكس ده. عمره ما هيرجع للطبيعي لان الanti body موجودة. حتى لو حصل correction مش هبه في full correction. وعشان كده بنقول prolonged ABTT not corrected by mixing test. وده يساوي factors inhibitor. النقطتين ده المهمين. prolonged ABTT corrected by mixing test. يساوي factor deficiency. prolonged ABTT not corrected by mixing test. يساوي factors inhibitors. تست التالت. عشان الcoagulation. ده بيعمل assessment legos من common pathway مش. ال pathway الاساسي. ده بيحصل ازاي? او اللي بنسميه السرومبين طايم. ده بيتعمل ازاي? نفس اللي عملناه في البروسرومبين طايم والاكتيفيت بارشا سرومبو بلسين طايم. اجيب اللي معي الباشنت واسحب منه العينة. احط عليها ستريت تعمل كليشن للكالسيوم. وبعد كده اعمل سنترفيوج. اعمل ديسكاردد لي الاربيسيز واقضل الجزء بتاع البلازمة. احط عليه الكالسيوم عشان يرجع الcoagulation واحط عليه سرومبين اكتيفيت سرومبين. بعد السرومبين ايه? مفيش غير الفيبرونجين عشان يكمل الcoagulation cascade. لو حطيت اكتيفيت سرومبين لو في في فيبرونجين هيتحول لفايبرين. مفيش فيبرونجين مش هيتحول فايبرين ولا هتكون بلاك بلوتز. فانا بحط اكتيفيت سرومبين لو اتكون بلاك بلوتز وفي طايم اللي انا عاوزه يبنى عندي نورمل فيبرونجين او нормال فيبرونجين. لو برولونجد يبانى عندي في مشكلة في فيبرونجين الثيبرونجين. يأمم او 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 ديسفايبرونجيني ميا مشكلة في بتاعة العيان. وعشان كده انا عندي برو لونجد تي معناها برو لونجد عندي فيه او وجود او في عيانين لما بياخدوا هبارين او في عيانين الدي اي سي ما يجي نتكلم على الدي اي سي ودي الجزء بتاع الجزء بتاع الجزء بتاع الدي اي سي. ماشي. وعشان كده دي كلها مش بتتعامل فرادة هي بتتعامل مجموعة. يعني انا لو قلتلك ان انا عندي يبقى تقولي ان فيه يما في اتناشر يا احداشر يا تسعة يا تمانية يا واحد اتنين يا خمسة يا عشر. لو قلتلك يبقى انا عندي ان هي مشكلة يا في سبعة يا في واحد يا اتنين يا خمسة يا عشر. قلتلك تي تي يبقى مشكلة كام في واحد ول 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 فاي بورالش. لكن ال successful 정도 ما بتعملش فراد. انا هقولك ان فيه لأيزولايتد بلونجل بي تي. يبقى المشكلة كام سبعة لان لو فيه مشكلة في واحد واتنين وخمسة وعشرة كان هبيبقى فيه بلونجد. لأ اقولت لك inti بلونجد بلونجل يبقى المشكلة يا في اتناشر يا في اتناشر يا في يا في US 8 لان لو في في واحد واتنين وخمسة وعشرة لو فيه لو فيها مشكلة كان يبسأ بي معه لان لان مفيش لان لو فيه لابد anger لان المشكلة في واحد ده بتخليتغت نبقي تني تنيAbs بي تي تي. لو قلت لك ان انا عندي اي بي تي تي. مع ال بي تي وزاو تي تي. يبقى انا المشكلة عندي في كام? يبقى انا عندي مشكلة يا في عشرة يا في خمسة يا في اتنين. يقام مصادفة عندي واحد عنده مشكلة في سبعة وعنده مشكلة واحدة من اتناشر او تسعة او تمانية او واحداشر اللي هو في انترانسيك. عندي ازر تاست. الفيبرونجين ده ممكن تكون بديل اللي التي تي. ده البلاك تايم. وده احنا قلناه في الاول تاست. عندي بعد كده بعد تاست مش هنتكلم عليها دلوقتي او الفيبرونجين او الفيبرين ديجرييشن برودكت او الفي دي بيز اللي ما يقوله في حيان ده اي سي. بس بشوقتات دلوقتي واحنا بنتكلم على الموضوع بتاع الابروتش.